انخفضت الاسهم الاوروبية بعد ان حققت مكاسب قوية على مدى التسع جلسات السابقة مع تبدد اثر رفع قيمة العملة الصينية اليوان مما دفع المستثمرين الى البيع لجني الارباح بعد تسجيل اعلى مستوام في سبعة اسابيع هبط مؤشر يوروفيرستا 300 لاسهم الشركات الاوروبية الكبرى 6 من 10% بعد ان سجل اعلى اقفال منذ اوائل مايو امس الاثنين وكانت اسهم القطاع المالي من بين الاسهم التي منيت باكبر خسائر مع تراجع مؤشر البنوك الاوروبية ستوكس 600 بنسبة 1 و 2 من 10% وفي انحاء اوروبا تراجع مؤشر فينانشل تيمز 100 البريطاني 9 من 10% ومؤشر داكس الالماني نصف النقطة المئوية ومؤشر كاكل فرنسي 19 النقطة المئوية